الآن أريد أن أتحدث عن دور الشريف الرضي طبعا الشريف الرضي وأستاذه المفيد الشيخ المفيد يسمى الشيخ الطائفة وشيخ الطوسي وأخو الشريف الرضي الشريف المرتضى هؤلاء هم الذين تقريبا أسسوا المذهب الاثنى عشري وكان الزبذب يعني قبلهم كان الحديث الزبذب عند الشيخ الصدوق محمد بن علي الصدوق ابن بابويه الصدوق لم يكن يؤمن بالاثنى عشرية تماما وبقوة كان يقول الآن نؤمن بالثاني عشر وسوف يظهر هذا ثاني عشر ثم تستمر الإمام في ذريته ما كانت الإمامة محصورة ومحجوزة باثناش واحد فقط لأنها كانت نظرية سياسية مقابلة للشورى ممتدة إلى يوم القيامة الشورى باطلة إذن فالإمام يعينه الله وفي هذه السلالة هكذا ملخص نظرية الإمامة الشريف الرضي وهو شاب عندما يعني تعين الخليفة القادر بالله العباسي نصب هو كان أمره يعني بالعشرينات بالعشرينات وأباعه وأجداده أمه وبعض أجداده من أمه كانوا حكام في طبرستان أيضاً فكان أيضاً هو طامح للخلافة ويشعر بالفخر ويشعر بالامتياز ويشعر بالمجد أنه من أنت يا خليفة العباسي أنا مثلك يعني ما في شيء فنشوف هذا في بعض أشعاره عندما يقول ويتفاخر بنسبه وبتاريخ أبائه وأجداده يقول ما عذر من ضربت به أعراقه حتى بلغنا إلى النبي محمدي أن لا يمد إلى المكارم يباعه مدئيذ يعني المكارم وينال منقطع العلا وسؤددي ليش لا أنا موحب من ذولة مثل خليفة العباسي شوني يفرقنا عن خليفة العباسي ويخاطب القادر بالله العباسي قائلاً أطفن أمير المؤمنين فإننا عن دوحة العلياء لا نتفرق نحن نفس الشجرة وحدة ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبداً كلانا في المعالي معرق إلا الخلافة شرفتك فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق فقط أنت صار خليفة وأنا بعد ما صار خليفة فهذا يكشف أنه كان طامح للخلافة ويشعر نفسه أنه مستحق للخلافة لماذا العباسيين يستحقونها وعند أبناء عمة في القاهرة هما خلفاء ويموت إلى الشجرة الحاكمة الآن كيف كان هناك صراحة طبعاً داخلي مع الخلافة العباسية العلويون والشيعة عموماً كانوا يقولون الخلافاء العباسيين سرقوا الخلافة مننا وهم أبناء العباس أبناء العم والخلافة كانت لعليب نعبي طالب ولأبنائه فإحنا لازم نأخذ الخلافة فمن هنا كان التنافس أقوى مع العباسيين يعني يحاولون يجرون البساط من تحت أقدام العباسيين ويهدموا عرشهم ويبنوا عرشاً علوياً على أنقاض العرش العباسي فهنا وربما بوحي البواهيين أيضاً وبأمر البواهيين أسس السيد الشريف المرتضى مدرسة اسمها دار العلم في بغداد وجمع طلاب وصاروا ينظروا وصاروا يبثوا يعني ثقافة تاريخية أو ثقافة مثلاً مذهبية ولكنها تنطوي على ثقافة سياسية أو بعد سياسي فحاول السيد المرتضى أن يبين شرعية الإمام علي حتى يستمد شرعية من أده فكتب كتاب وألقاه على طلابه في دار العلم مدرسة دار العلم اسم الكتاب خصائص الأئمة الاثنين عشر يعني ولكنه ما استطاع يكمل الكتاب أول ما بلش بالكتاب بخصائص الإمام علي بن بطالب بدأ يجمع القصص والأحاديث والروايات وما كتب عن إمام علي واستغرق الحديث هذا وجر إلى تأليف كتاب نهجة بلاغة يعني جمع نهجة بلاغة ثم لم يستطع أن يكمل بقية الكتاب فهو بالحقيقة اسمه خصائص الأئمة ولكنه في الواقع خصائص الإمام علي فقط ما كمل الكتاب كله يعني وهذا الكتاب نشره بمناسبة الألفية على وفاة الشريف الرضي في مشهد في إيران مجمع البحوث الإسلامية في مشهد نشر هذا الكتاب سنة 1406 هجرية يعني بعد ألف سنة على وفاته وحقق هذا الكتاب محمد هادي الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني حقق هذا الكتاب ولكن طبعا لم ينتقده لم يناقشه لم يبحث فيه بجرد أن هذا الكتاب مثلا صحيح يعني ينسب إلى الشريف المرتضى أو لا كتاب منسوب إليه مثلا مو موثق الكتاب طبعا في ربما واحد يعني يبحث في هذا الموضوع وهذا مجال للبحث ولكن احنا نحاول نقرأ هذا الكتاب ونشوف شنو ماذا يوجد في هذا الكتاب وكيف قدم الشريف الرضي الإمام علي للناس هذا شيء مهم أنا عندما قرأت الكتاب يعني شفت محاولة يعني سميتها محاولة أخبارية مغالية من الأشياء التي كانت موجودة ديك الأيام هو كتب هذا الكتاب وهو رغم ألمه ورغم أدبه ورغم ما محقق القصص وما يجيب السند أيضا مثل نجل بلاغة كما تلاحظون ما في سند يعني الثغرة الكبيرة الموجودة فيه نجل بلاغة أنه سند من مذكور في القرن الرابع يجمع هذا الكتاب ولا يرواح رواية يعني بالسند إلى الإمام علي فلذلك يمكن واحد يشك أنه أشياء مضافة منقوص من أدها محذوفة زايدة صحيحة مصحيحة فيه كلام حول نجل بلاغة الشريف المرتضى العجيب يعني من بداية حياة الإمام علي يبدأ بالأساطير يبدأ بترديد الأساطير ودون أن يتوقف عندها ودون أن يفكر فيها لماذا أنا أبحث هذا الموضوع لأنه هذا يشكل يعني معدة رئيسية في الثقافة الشيعية الحالية أنه الناس يقرؤون الكتاب ويأخذون كل ما موجود بالكتاب الشريف الراضي يكاتب هذا الكتاب على هذا بدون مناقش يأخذون حتى العلماء أملاتنا ما يناقشون القصص الموجودة فيه باعتبارها قصص تاريخية أو قصص كذا ولكنها تصير خطبها على المنابر يمكن أن يحكيون بها دعم أن يرددون هذه القصص وهي لازم واحد شوية يعني خاصة المدرسة الأصولية لازم شوية تحقق تدكك يعني يتعلق على القصص عندما نطبع هذا الكتاب نحاول شوية نعلق على القصص صحيحة أو مصحيحة ما هو السند ما هو كذا مو نغرف نغرف بأي شيء بهذا الكتاب ونعتبر كتاب مقدس وكتاب مهم وبالتالي خلص بدون مناقشه يجب أن نتعلم يعني مع تقديرنا وتعظيمنا لشريف المرتضى ولكن كتابه جدا يعني أخباري وسطوري جدا وحاول يصنع شخصية سطورية الإمام علي عليه السلام الإمام علي مو بحاجة لهذا الشيء الإمام علي عظيم بحد ذاته بعدله بسياسته برؤاه بعقيدته بمبادئه الأخلاقية عظيم بهذه الأشياء ليس بهذه الأمور التي يذكرها الشريف الراطم ولكنه يبدو سلاح في المعركة كانت ضد العباسيين أنه يأسطر الإمام علي وهذه عادة قديمة يعني وحديثة أيضا حتى الآن دائما إحنا شخصياتنا نحاول نأسطرها نجيب خرافات وقصص ونستور إحنا دين عظم الشخص لا هذا متعظيم هذا تنزيل من حقها وهذا نصير مضحكة أمام الناس لنشوفوا الآن أقرأوا الكتاب وشوفوا شنو كاتب بالكتاب أول شيء يبدأ من ولادة قبل ولادة النبي بعشر سنين قبل ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعشر سنين تبدأ الأسطورة تتحدث وهي أنه أبو طالب يقول لزوجته عند ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ولد النبي فهو أبو طالب شعر من هذا نبي منين شعر ما أعرف وقال لزوجته اصبري سبتا يعني 30 سنة يكتبون بالسبت اصبري سبتا إنك بمثله ستلدينا بمثله إلا النبوة بس هذا ما رح يحصل النبي مثل النبي بس ما رح يحصل النبي ومن يقول لكلام هذا هذا طبعا صبحة 64 بالكتاب مالتين يذكر أبو طالب يقول لزوجته وبعد أي خبر ماكو عن الإسلام وعن النبي محمد بعد أستوى مولود والنبي محمد ما كان يعرف يصير النبي إلا في سنة 40 أمر كان 40 اللي نزل عليها الوحي شلون أبو طالب قبل خمسين سنة من النبوة هو شنو عنده وحي نزل عليها ولا كان النبي هو وكيف يعني أول واحد شوي ما يفكر بالموضوع يشوف هذا كلام مو معقول شلون مرع الشريف الرضي وعبارة والآن يعبر أدنى الناس الأخباريين يأخذوا الكصص ويروجوها زن